سوناتا 2016 العداد ما فيه اي حرارة زي ما انتو شايفين وامور السيارة تمام محسس حرار خارجي برضو قاعد يقرأ تمام المروحة شغالة على طول ما تطفل يطفي السيارة تطفل بس مدام السيارة شغالة المروحة ما تطفل غير الفيش انتجافين اثاره حق المروحة غير الكنترول حق المروحة ولازالت نفسي مشكلة ففحص السيارة الان بالكمبيوتر مع انه متأكد انه ما راح يطلع لي ولا كود لكن بنحاول نحلل بطريقة منطقية ايش المشكلة الموجودة في السيارة طبعا الان فصلت المروح تماما واستنيت السيارة تسخن ابغى اتأكد اللي هذا كان بارد اللي تحت لانه البلف ما فتح الان اللي فتح البلف فتح واللي صار حار والمويت دور واللي هذا ايضا حار لاحظوا الان على الشاشة شبكة المراوح لاحظوا طبعا كليتها ترفع الى 105 المروحة السرعة البطيئة اون والسرعة العالية اون فمعناته الكمبيوتر قاعد يرسل للمراوح تشتغل فبالتالي نظام المراوح نفسه ما في خلل المروحة تشتغل بناءا على امر صحيح جايها من الكمبيوتر لاحظوا ان الحرارة مع اني شبكة المراوح الان قاعدة ماسكة على 105 شوفوا الان بادوس للسيارة بنزين بدأت تنزل سريع شايفين كيف شايفين كيف النزول السريع نزلت بشكل سريع وجاء امر اوف الان لو اروح للمروحة بلقاها ايش بلقاها طافية هذي مراوح السيارة طافية اذا مشكلة السيارة ما هي كهرباء مشكلتها الله اعلم العميل الله يزاها خير يستخدم موية عادية الدنيا مصدية جوه ممكن واضح اذار الصدى فالريديتر مسدود يبقى له تسيخ لان الموية ما تدور بسهولة شوالان رجعت اشتغلت مرة ثانية بسبب انو الريديتر في خلل يمكن لاحظت بمجرد رفعات رجي من عالدعسة وروح تشوف الكبوت رجعت مية واحد فمشكلة السيارة تسخن بسبب الريديتر الريديتر يبقى له تسيخ علشان السيارة ما تسخن اما المراوح كمراوح ما فيها الا العافية ونظامها سليم مية بالمية فما هو دايما لما تشوف المراوح شغالها تشكل الامر الكهربائي ممكن تكون السيارة تسخن وبناء عليها تشتغل هذي دعسة بنزين ثانية لاحظوا حيجينا نزول سريع شوفوا خمسة وتسعين طفية المراوح مراوحك سليمة طال عمرك وروح سيخ الريديتر طبعا ملاحظة مهمة طروا الحرارة على العداد هنا ما هي قاعدة ترتفع لان الارتفاع البسيط هذا بالنسبة للكمبيوتر ما رح يطلع لك ايها على العداد فانت فعليا ما رح تشوف السيارة سخنت لكن هي فعليا ارتفعت حرارتها شيء بسيط خلت المراوح تعلقاتنا لانكم استفدتم من المعلومة هذي ولو القليل